أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لفروف أن بلاده مستعدة للمساهمة في مساعي الكويت لتسوية الأزمة الخليجية وأن موسكو تتواصل مع كل الأطراف بلا استثناء وذلك بعد لقائه في الكويت المسؤولين الكبار في مستهل جولته الخليجية وبدأ لفروف من الكويت جولة خليجية تقوده لاحقا إلى قطر والإمارات للمساهمة في تسوية الأزمة الخليجية والتقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح مؤكدا أن روسيا مهتمة ببقاء مجلس التعاون الخليجي موحدا لكونه لاعبا دوليا وأقليميا مهما وذا علاقة متينة ببلاده فإن شركائنا في الكويت يسعون للعب دور الوساطة ونحن جاهزون للمساعدة في هذا الإطار ولدينا تواصل مع كافة الدول في الخليج العربي ولدينا مصلحة بأن الدول العربية في الخليج العربي أن تبقى متوحدة والتي لدينا معها علاقات وثيقة ونحن نثمن هذه العلاقات وأذكر أن لدينا مبادرة التي نتقدم بها منذ عدة سنوات وهي مبدأ الثقة والأمن في الخليج العربي والكويت وبالإضافة إلى الأعضاء الآخرين لدول الخليج العربي مثل البحرين وعمان فكانت من المساندين لهذه المبادرة واليوم كانوا قد أكدوا عليها زملائنا في الكويت وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد استقبل في وقت سابق الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو جواتيارس حيث أثنى الأخير على جهود الكويت لحل الأزمة الخليجية وكشف السفير الإيراني السابق لدى قطر عبدالله سهرابي عن نية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الانسحابة من مجلس التعاون الخليجي وقال الدبلوماسي الإيراني في مقابلة لصحفة جام جام الإيرانية أنه وفقا للأنباء الوردة من قطر فأن الأمير تميم كان يعتزم التخلي عن عضوية بلاده في مجلس التعاون الخليجي لكن مستشاريه نصحوه بالتريث وأضاف أن استئناف عمل السفارة القطرية في إيران يأتي في إطار استقرار أمنها القومي ووصف عودة السفير القطري إلى إيران بالخطوة البناءة وتأتي هذه التطورات مع دخول الأزمة الخليجية منعطفا خطرا مع تواتر أنباء عن بدء السعودية محاولات لتغيير النظام في دولة قطر عبر احتضان الشيخ عبدالله بن علي الثاني شقيق الشيخ أحمد بن علي الثاني أول أمير قطري لدولة قطر بعد الاستقلال قبل إطاحته من السلطة بانقلاب قاده بن عمه الشيخ خليفة بن حمد الثاني جد الأمير تميم الحالي عام 72 وفالمقابل تتبنى الدوحة السلاحة نفسه باحتضان المعارضة السعودية ولسيما أسرة أل رشيد التي أقامت إمارة في مدينة حائل وحكمت المنطقة بضعة عقود وتحالفت مع العثمانيين في مواجهة أل سعود ترجمة نانسي قنقر